من العنوين إلى التفاصيل وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة أشار فيها إلى أنه يتابع بقلق شديد ما يحدث في الشرق الأوسط ودعا من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات مشددا على اتباع دروب الدبلوماسية والحوار لتحقيق السلام وعبر البابا فرانسيس عن قربه من جميع السكان المعنيين في فلسطين ولبنان وقال بأنه يصلي من أجل جميع الضحايا والنازحين لافتا إلى أن الحرب هي هزيمة ولن تجلب السلام والأمن أبدا ودعا الأب الأقدس الجميع إلى الصلاة من أجل أن يتوقف كل شكل من أشكال العنف والبدء بالعمل من أجل بناء السلام والمصالحة في البلاد وحماية كرامة الجميع وحقوقهم